صدق البرلمان الجزائري بالأغلبية على قانون اقترحته الحكومة يحضر أي إضرابات ذات سبغة سياسية نعم جمال يأتي هذا التصديق رغم رفض واسع للمسودة من النقابات العملية بسبب بنود تتضمن ما تعده النقابات تضييقا على نشاطها وعلى الحريات في الجزائر بشكل عام وينص القانون على حضر أي إضرابات ذات سبغة سياسية كما تحضر القانون بدأ أي إضراب عمالي قبل استنفاذ وسائل الحوار ويفرض وجود إشعار مسبق من النقابات قبل خمسة أيام على الأقل من تنفيذ الإضراب يهدد القانون النقابات التي تنفذ إضرابات دون الالتزام بهذه الإجراءات القانونية بالحل والشطب من النشاط بقوة القانون كما يمنع العمال المضربين والنقابات من الاحتجاج في أماكن العمل والمؤسسات ويتيح للسلطات منعا مؤقتا الإضراب واللجوء إلى فرض تسخير القصري للعمال والموظفين والمستخدمين في بعض القطاعات وزير العمل فيصل بن طالب دافع عن القانون قائلا أنه يشجع الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين من خلال تدابير تشجع على التسوية الودية للنزاعات الجماعية وبينما صوتت غالبية الكتل النيابية بالموافقة على القانون الجديد قررت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم التصويت ضده مبريرة موقفها بأن تعقيدات القانون جعلت ممارسة هذا الحق الدستوري في حكم المستحيل وتضيقا واضحا على العمل النقبي والحريات النقبية ويأتي قانون الإضرابات بعد قانون الأعلام الجديد الذي أقره البرلمان ومنع الجزائريين مزدوجي الجنسية من الحق في إنشاء مؤسسات أعلامية كما أوجب القانون إظهار إثباتات أمام السلطات برأس مال وطني خالص وارتباط عضوي بالهيئات المانحة كما حذر تمويل الجهات الأجنبية تمويلا مباشرا أو غير مباشرا ويضع فعله تحت طائلة العقوبات إذن للحديث أكثر ينضم إلينا من الجزائر أحمد صدوق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري أهلا بك معنا نتحدث عن هذا القانون قانون الإضرابات الذي يحضر أي إضرابات ذات صيغة سياسية في الجزائر ويحضر أيضا أي إضراب عمالي قبل استنفاذ كل وسائل الحوار كيف ستتعاملون مع هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان؟ بداية نتحدث عن الإضرابات السياسية ثم سنتحدث عن قانون الأعلام شكرا مساء الخير إليك وإلى كافة المشاهدين العرب وصحاف توركم على كل حال هناك مقدمة أساسية أنه خلال هذه العهدة البرلمانية لاحظنا أن أغلب القوانين خاصة ذات الطابع السياسي جاءت بذهنية الغلق وبذهنية التحكم وجاءت بإرادة أحادية نتحدث عن قانون الإعلام قانون الإضراب حق الإضراب قانون العلاقة والناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة وغيرها من القوانين فهذا التوجه الذي تبرمج به الحكومة أو السلطة القوانين ينموا ربما عن تخوف ونوع من الرهاب من عودة الحراك وعودة الوعي لدى الشعب الجزائري فلذلك يحاولون أن يضيقوا من خلال القوانين ونفقد تلك المساحات من الحرية التي اكتسبناها بالنضال المستمر والنضال الدائم والتي حتى الدستور الجزائري لسنة 2020 يعني جاء دستورا مفاتحا مكرسا لكثير من الحريات لكن القوانين التفصيلية الآن نلاحظ بشكل واضح أنها جاءت في سياق الغلق والتحكم والذهنية عن محاولة تضييق الحرية فلذلك يأتي قانون النقابات أولا لم تستشر فيه النقابات وكان ربما فرض بطريقة أحادية من الحكومة ولم توسع فيه الشورى هذا قانون مهم قانون يهم شارحة واسعة من الجزائريين في مختلف المؤسسات سواء المؤسسات الاقتصادية أو المؤسسات العمومية لكن جاء بإرادة أحادية وحتى التعديلات التي طرحتها كتلتنا وغيرها من الكتل لمحاولة تجويد هذا القانون وتحسينه يعني تم رفضها في القاعة وصوت ضدها فلذلك حينما نتكلم عن قانون يهدد النقابات بالحل هذه الأول مرة يعني سابقة جديدة حعادة نحن حينما يحدث خلاف بين النقابات وبين الهيئة المستخدمة يعني تكون هناك العدالة هي الفاصلة أما أن يسن القانون بشكل مباشر في حالة عدم الالتزام يتم الحل فوريا فهذه سابقة خاطرة وأعتقد أنها تتنافى أيضا مع الاتفاقية الدولية التي أمضت عليها الجزائر خاصة بما يتعلق بالعمل فهذا القانون يعني للأسف يعني كنا نتمنى أن يأتي في سياق بعث روح الطمأنينة لدى الموظفين لدى العمال ويكرس حقهم في الإضراب والإضراب عادة لا يرجع إليه إلا للضرورة يعني أنا لم أشهد طيلة حياة السياسية والنظلية أن النقابات كانت تستعمل إضراب من البداية دائما لما تستنفذ جهود الحوار وجهود التسوية تلجأ إلى الإضراب كوسيلة آخيرة وكوسيلة الضغط على الحكومة لتلبية المطالب فكذلك يعني يعني فيه كثير من الثغارات نعم سيد أحمد أيضا يعني على خطاء قانون الإضرابات السياسية والإضرابات العمالية يسير أيضا قانون الأعلام ومن المنتظر تقريبا اليوم سيتم التصويت عليه في البرلمان الجزائري أيضا قانون يدعو أو يحث على مراقبة وسائل الأعلام وهناك العديد من الشروط التي ذكرناها منذ قليل سواء للحصول على رخصة لفتح مؤسسات أعلامية أو لتمويلها ألا تسعى هنا الحكومة الجزائرية إلى أحكام قبضتها على الأعلام بوضع كل هذه الشروط نعم فعلا يعني نحن الجزائر دائما تتغنى بوجود أكثر من 180 جريدة أكثر من 130 موقع إلكترونية وجريدة إلكترونية أكثر من 40 قانونة فضائية من حيث العدد من حيث الكم صحيح ولكن كل هذه الوسائل فيها أحادية الرأي وفيها توجه واحد تقريبا فلذلك الرأي الآخر للأسف في الجزائر مضيق عليه ونحن كمعارضة لا نستضاف في هذه الفضائيات لأن أصحاب الفضائيات وحتى الصحفيين يخشون من سيف السلطة من سيف الحكومة ومن سيف أنهم يفتحون الأبواب للرأي الآخر وهذا تراجع خاطر وتراجع غير مقبول وحينما جاء هذا القانون أيضا جاء بذهنية التحكم وللمفارقة ربما ما سمعتوش بها أنه تم تعديل مادة المادة 22 في هذا القانون التي تتيح أو التي تحدد أن ممثل القانات الأجنبية له الحق في الحصول على رخصة في ظرف أجل أو في أجل أقصاه شهر هذه المادة قمنا بتعديلها وقبلت في المجلس الشعب الوطني ولكن اليوم للأسف الشديد في مجلس الأمة تم إسقاطها فلأول مرة مجلس الأمة في الحقيقة ليس له حق التعديل ولكن تم إسقاط هذه المادة مما يستدعي أنه ستجتمع لجنة مشتركة متساوث الأعضاء من مجلس الأمة والمجلس الشعب الوطني للبت في هذه المادة ولماذا نبقي هذا الأجل مفتوح الآن التوجه هو توجه الرقمانة توجه الشفافية لا أعتقد أنه التحقيق إبقى ربما الأجل مفتوحة تطرح تساؤل حول هل سيكون هناك مستقبلا الأساس هو الرفض ليس المدة الزمنية هذا التساؤل المطروح ولكن هناك أيضا حتى على الرأي الآخر الذي تحدثت عنه منذ قليل والمعارضة هناك ثلاث أحزاب معارضة الآن اتفقت على ربما التشاور مع وجود آلية لتشاور مع الحكومة الجزائرية يتسم خطاب هذه الأحزاب بالنصح للهجوم يعني هل هناك ربما أفاق لوجود حوار سياسي بين المعارضة الجزائرية الممثلة في هذا الثلاث والحكومة هو قبل أن أجيبك عن هذا السؤال أود أن أعطيك أننا نحن في حركة المجتمع السلم سنلجأ إلى المحكمة الدستورية لمحاولة تصحيح هذه الاختلالة في هذه القوانية واليوم يعني أودعنا عارضتين عارضة تتعلق بالقانون الناظم العالق بين البرلمان والحكومة والعارضة الثانية تتعلق بالاحتجاج والاعتراض على بعض بنود قانون الإعلام والمحكمة الدستورية سيدة يمكنها أن تصح هذا الخطأ وسنقوم بنفس العمل مع قانون حق الإضراب والنزاعات الجميع ما تعلق بما يسمى بأحزاب البديل ربما أصدروا بيانا لمحاولة لملمة شتاتهم نحن أكيد نتفق معهم في جزء من التقييم للوضع أنه فيه تراجع حقيقي على الحريات وهذا لا يخدم الجزائر ولا يخدم البلد ولا يخدم المواطن وخاصة أنه يتزامن هذا التراجع مع الإحباط الذي يعيشه المواطن الجزائري في الشارع سواء من غلاء المعيشة أو من البطالة أو من ما يتعلق من التضييق على حريتي ولكن لو بدأنا نسير إلى أن جزء مهم من هذه الأحزاب تتحمل جزءا من مسؤولية إفشان ما بعد الحارك لأنه خلال الحارك يعني جزء من هذه الأحزاب نادت بالقاطعة ورفضت التحاور مع أحزاب المعارضة حينها وأبعدت نفسها عن السياق ولذلك يصعب عليها الآن العودة إلى الساحة السياسية خاصة أنه المعارضة ينبغي أن تمثل في مؤسسات في المجل الشعب الوطني في المجالس في مختلف الهيئة وفي اللابة وصلت الفكرة ننتظر ما الذي يتطلعون إليه ونتعاون فيما نتفق عليه شكرا جزيلا لك أحمد صدوق رئيس الكتلة للبرلمانية لحركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري شكرا جزيلا لك